موسيقى موسيقى يقول لهم لو جاتني فرصة مرة أخرى نفسي لاعي بغدن أعطيهم ضربة ضربة الجزاء دير بيرو ضيئ ضربة الجزاء ميسي ضيئ ضربة الجزاء الناس كلهم ضيئ ضربة الجزاء حاليا لازم نكون ليد في ليد ندعمه أي لاعب مغربي ندعمه باش نزيده نال قدام هذا هو المشكلة التي نحن نعينه منه كان لدينا وحد المشكلة ما بين الراجع ولا الويداد ولا اسفي ولا أي فرقة خليتك شيف تيران ضحكوا بيناتنا أما في شكل المنتخب كمتنا ما كيش لاش نشدوه في بعض اياتنا ما كيش لاش نعطوه واحد صوراق اللي ما نستحقش يعني نعطوه الناس وحدين خرين يشوفون نحنا ماش يد وحده لازم نكونوا يد في يد نكونوا مجموعين والحمده نحن ندعمه باش ندعمه باش ندعمه باش ندعمه باش ندعمه لعاف الأهلي يلعاف نادي قاطر القاطري يعني راجوا بي معنى الكريمة شفنا الملحمة اللي كانت في مونديال الأندية شفنا بادر بانون وشفنا الياميق الحمد لله رجع مع صاحب ويلعبوا في خط واحد كيدعمه فما بالك احنا كجمهور لازم ندعمه اي لعام غريبي وشكرا رسالة من هاد المنبار كنوجلها اللاعب دينا المحترام بادر بانون نقول له ما تتقلقش ويلا ضيعت ذلك النجوم كبار ضيعوا ماردونا ضيع بيلانتي بيلي ضيع بيلانتي هزاف يعني النجوم لكي ضيع بيلانتي بادر بانون يلعب لنا كورة يلعب لنا كورة في الماتش يدور لنا كورة مع أخوتنا والربحوين ان شاء الله لبرتوغال اما بيلانتي ضيع تشجل ماشي مشكلة كيبقى حد هذك وغير بالنسبة للجمهور انا رمشي رجاوي باش ميبقوا شقولوا رجاويين كيدفوا على بادر بانون انا راني ويدادي وبادر بانون كنحترمه كنحترم جميع اللاعبين دينا المنتخب الوطني دابرهم كيمتلوا المنتخب ما كيمتلوا لارا جاء لاويدا كل شي بحال بحال انا مغاربة اللي لا ضيعوا ضيعوا مغربي ولا سجلوا سجلوا مغربي أخويا بادر بانون هو يعني مخصوصي تقلق على ذك الكوفرة اللي ضيعه يا فرنسا قاعوا كين ذك المبابي قاعوا كان ضيع واحد اركل الجزائي اللي قاسحب كانت ضد المنتخب ديال المنتخب سويسرا فرابة نهائي ديال الدور أوروبي ومع ذلك يعني الجمهور مغضبش عليه ولا شي حاجة وبذبانون يعني قام بمجهود جيد وراكنا لعبي ضد إسبانيا ماشي اي منتخب إسبانيا راه تبارك الله منتخب راه القاسح بزاف والقارديان ديالي قاسح هو قام بقام مجهود جيد يعني في اللحظة الاخيرة المبابرة باش تعود يعني باش تعود رومان سايس اللي هو لاعب كبير في المنتخب المغربي باش تاخد بلاستو تلعب ذك المقابلة بهذك الجوهد راه تبارك الله إليه واحنا راه تبارك الله ديما مغاربة وتنفرحوا قاعد المغاربة لأنهم ربحوا الحمد لله وداروا نفس المجهود يعني اي لاعب راه تبارك الله كان فيه اكتر من تلاجة اللعابة سبحان الله والله إلا راه وقفوا معه الشعب المغربي ونقولوا حقاعد الملائكة وصيد ربيتها والحمد لله ونتمنى لفوز المنطقة بالمغرب إن شاء الله وكأس اللعبات في دولة عربية واحنا طمعانين بأنها تكون لقدارك من نصيب دولة عربية إن شاء الله السلام عليكم من هذا المنطقة أنا كنوجه رسالة السيد بادربانون يحاول ما يجعج رأسه ليقلق رأسه عادي رابع الجزائي واحد يمكن يضيعه خصوصا عليه الضغط وبالزاب دي الحوايج وإن شاء الله مننا قدام يكون عندك فوصة جديدة وتعودنا إن شاء الله ومشي غينتزع المراكين بزاف دي الجوهر ضيعه في النتياز في أوقات حاسيمة كجياء سامواء في 2010 ضد أوروغويل كان مضغط بزاف الحوايجية سامواء من اللعب الكبار يعني بسبب غانا ما تتأهلش من دولة مجموعات سامواء كان عنده دولة كبيرة وإن شاء الله السيد بادربانون تقدم من القادم إن شاء الله وتكون كابتان ومزاج صغير إن شاء الله وعندك كل شيء وإن شاء الله يكون غير خير إن شاء الله السلام عليكم أخوتي الحمد لله على الانتصار الحمد لله الزراسنا دلاري كانوا رجال كاملين بدون ستناء وهذه الرسالة لبادربانون فبادربانون لعب كبير والحمد لله فكانت تعود دياله درومانسيس كان في المستوى وأعطى ديك الشيلي كان خصوه يعطي ضرب الجزائره ماشي مشكل إيه واحد سيضيعاره لاعبين كبار وضيعوها وإحنا مع بادربانون لاعب كبير وتنعرفوا بادربانون مع رجال بداوي مع الأهليه مع المنتخب المحلي لاعب كبير وإحنا معه وهذا الانتصار هذا هو البادربانون بحد ذاته وشكرا بادربانون